حان قول الحقيقة نعم نحن في اليمن شركاء لا وسطا بوضوح تام يتحدث حسن نصر الله زعيم حزب الله اللبناني عن علاقة حزبه بميليشيا الحوثي وهي العلاقة التي يضعها في إطار التحالف الاستراتيجي التام نحن لسنا وسيطا نحن طرف أنا مع سعب الملك الحوثي أنا مع شعب اليمني أنا مع انصار الله أنا لست وسيطا معهم ففي حواره مع قناة الميادين التي تتبع حزبه اعترف الأمين العام لحزب الله اللبناني بضلوع حزبه ليس فقط في دعم ميليشيا الحوثي بل أيضا في مشاركتها في الحرب التي تشنها الميليشيا ضد اليمنيين ودول الجوار بعد تصريحات سابقة ينفي دعمه للحوثيين لا علاقة لأي وجل من حزب الله اللبناني إطلاق هذا الصاروخ ولا بما أطلق من صواريخ سابقا ولا بما سيطلق من صواريخ لاحقا فبكل صراحة يصف حسن نصر الله موقع حزبه في اليمن كقوة فاعلة داعمة للحوثيين حيث يؤكد بأن حزب الله طرف مع السيد الحوثي وحركة أنصار الله ويزعم كذلك أنه طرف مع الشعب اليمني ولذلك فإن حزب الله وفق حديثه ليس مؤهلا للعب دور الوساطة أي تنازل يمكن أن يطلب من قبل الحوثيين يستغرب حسن نصر الله مؤكدا أن طهران أعطت جوابا واضحا بخصوص الوساطة في حرب اليمن مشيرا إلى أن علاقة حزب الله بكل من السعودية والإمارات محصورة بالشؤون السياسية ولا تستند إلى المسائل العقدية في اعتراف ضمني بأن علاقته مع الحوثيين علاقة عقدية اعتراف حزب الله بعلاقة التحالف مع الحوثيين أتى بعد تاكيد موقع ميدليس البريطاني انعقاد لقاء سري بلبنان في مارس 2022 بين نعيم قاسم نائب حزب الله ووفد سعودي طلب فيه حزب الله إزاحة هادي وإيقاف الطلاعات الجوية ولم يمضي شهر حتى تحققت معظم مطالب الحزب اللبناني ما هو مؤكد أن علاقة الحوثيين بحزب الله وإيران واضحة ولا تحتاج لبرهان إلا أن الأسئلة التي تحتاج لإيضاح متى ستتحدد بوضوح طبيعة علاقة السعودية مع مجلس القيادة الرئاسي وما هو موقف المجلس والسعودية من ميليشيا الحوثي بعد اعتراف حزب الله بأنه طرف معها داعم ومسالدة موسالدة اشتركوا في القناة